تعالوا نتكلم بقى على نور جميل جدا جدا من أنوار حضرة النبي حضرة النبي كان بيحب التفاول وبيحب الفقل الحسن وعشان كده كان بيحب البشرة ففي نور يسمو عند حضرة النبي نور البشرة وخلاها نور عجيب بيغير أحوال الناس جاءت مرأة عجوز لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ادعي لي ربنا يدخل الجنة فكان ممكن يدعي لها بكده وخلاص مرة قال له سبقا قبيعة عكاشة وخلاصنا بس لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يخلي البشرة جميلة ويخليها في شكل هدية فيبقى البشرة تدخل السروق بقمة ما يكون فقالت له ادعي لا يدخل الجنة فقال لا لا يدخل الجنة عجوز فبكت المرأة لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لن تدخل الجنة وأنت عجوز لما تدخل الجنة هتكوني رجعت تاني بكر وصبية وشبة وإن اللي حصل ويعود لك جمالك فهي طلبة الجنة بس لكن حضرت النبي جمال عشان يزود الجمال مش بس بشرة بالجنة لا بشرة بالجنة والجمال مع بعض الصحابي أدرك الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اللي حصل فلما أدرك الركوع فرح بأنه أدرك الصلاة فقال دعاء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمهوش قبل كده الحمد لله حمد أنت كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء فبعد ما صلى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة فحضرت النبي يقول من قال ما قال فالرجل هو تكلم في الصلاة فخايف يكون عمل مصيبة وأبطل صلاة وأبطل صلاة الصحابة فسكت فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما قال وقد قال حسنا يعني إلا حاصل من قال ما قال وقد قال حسنا فالصحابي كده رح رفع إيديه خلاص وطم فحضرت النبي يقول له إيه شوف حضرت النبي شوف لما يبشروا يبشروا إزاي يقول لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء فحضرت النبي كان بيشوف كل حاجة وعارف أن الصحابة اللي وراه مين اللي قال الكلام ده فسواء هايز يهديه هدية ويخليه سعيد وحتى لما الصحابي خاف حضرت النبي أمنه فإن اللي حصل فبقيت الهدية وبقيت الفرحة اللي عملها له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم آدي كمان نور من أنور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده حضرت النبي قال له لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء عشان كده لازم نعرف أن حضرت النبي كان بيحب البشرة على الدوام ومعنى ذلك أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيبشر أصحابه حضرت النبي بيحب سيدنا بلال ولكن وليما كان خاصة عند حضرت النبي فقال له يا بلال ماذا تفعل لقد سمعته خشفشة أنا عليك في الجنة حضرت النبي هنا بيعلمنا حاجة غريبة أولا بيعلمنا إيه أنه يحب حد يحب كل تفاصيله لدرجة أن حضرت النبي كان عارف صوت نعلي سيدنا بلال أنا والله لو تقالي كده أدوب فلما قاله أنه كل ما توضى يصلي فقال له فبيهذا بلغت ما بلغت حضرت النبي بيعلمنا أن احنا دايما نكون بشر للناس اللي حوالينا أنا بشوف ناس كتيرة يقولوا احنا عايزين نخلي الناس ما تتصدمش فلا دايما يصدوا الناس ويقولهم كلام يقال إيه عايزينهم يخليهم واقعيين كتروا بشر ما بين الناس والبشر مش كدب البشر يقين ورجاء في رب العالمين كتروا البشر تكونوا مع خير البشر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم